تواصلت الجلسات النقاشية الخاصة بمنصة منتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ لمناقشة قضية بعثات التبغ ومدى تأثيرها على الأطفال وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 وشهدت جلسة بعثات التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشاركة لعدد من المختصين لبحث قضية الترويج للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر وكيفية الإقلاع عنه والتوعية بمخاطره الكبيرة لدينا 182 عضوة حاليا وهنا لكي أقولك الضوء على آثار التدخين لسا فقط على صحة البشر ولكن على البيئة وصحة الكوكب كما رأيت في الجلسة وكما سمعت فإن التبغي له دورة حياة من أولى الزراعة إلى إنتاج السجائر وحتى الاستخدام وإلقاء المخالفات له تأثيرات سلبية على البيئة يؤدي إلى إزالة الغابات وتدهور الأراضي وكذلك زيادة انبعاثات سيني أكسيدي الكربون وهناك كم ملايين الأطنان من المياه التي يتم استخدمها كان من مهم إلقاء الضوء على هذا الأمر لأن هذه حقائق مهمة نريد أن أكد أن صناعة التبغي مسؤولة عن الكثير من الأضرار اتكلمنا النهاردة في الجلسة على دور الشباب وقد إيه دور الشباب مهم على كل المستويات سواء على مستوى صناعة السياسات وجودهم وفهمهم ودريتهم بأهمية مكافحة التبغي على كل المستويات على كمان التوعية وإزاي دور الشباب في التوعية إن هما نفسهم يتوعوا وإن هما يوعوا أهاليهم ويوعوا غيرهم وإزاي يقدروا يشتغلوا مع أهالينا في المناطق المهمشة